تحب نقولك بقى أبو عبايدة أو أبو حمد العزيزي في التلقاء ده؟ احنا ننسى أبو عبايدة شكراً ما خلين ريس بس تحبك تاني لا والله هو وش الخير علي صراحة ما حد تش ينكر يعني هو وش الخير علي وكل حاجة لا بجد الاختيار اتنين ده يعني أنا عملت شغال من 2006 أنت لسه جابيني السنة دي دايبا فيعني هو لازم أقول إن هو كان وش الخير علي داخلينا نقول إن الاختيار بجزء الاتنين سواء الأول أو التاني يعني السوبرستارز بيتاباروا يطلعوا مشهد فيه لأنه هو عمل قيمته رهيبة يعني أنا كنت رايح عمل مشهد فيه يعني أنا كنت رايح معتقد إن أنا هروح أوديشان زي زي أي حد فيعني هيختاروني بص أبو عبايدة كيوت الزي شايف بص فيه أفكرك عايز يتخنق كده هو قاعد كده كان في حد والله كذا حد علاء لي يقول لي طب هو أنت اللي مطلعوا مبتسم أوي هو أنت اللي مطلعوا بشوش وأنت اللي مطلعوا مش شبه الناس اللي هم يعني أشراروا في النات وتاع أنا طبعا يعني لازم يطلع بشوش ولازم يطلع بيدحك ولازم يدخل قلبك ما أصل الراجل ده يعني هو اللي بيكتزب الناس لا بس إحنا مش هننكر إن إنت اللي عبت الدور بعب قرية شديدة دائما أنت بتقول لأنك جمعت ما بين أنا بشوش وبتحك وما بين إحنا مش طائقينك أصلا يعني بالضبط يعني بالضبط عمل اللي اتنين أنا عايز أقولك كده هو أنت ما تقتنيش علشان أنا كنت بشوش وبتحك أنا لو طالع مكرهك في شكلي وعمل لا بس هنكرهك عادي مش هنكرهك أوي لا بس هعدي من نسبالك ده اللي هو إيه شبه ناس كتير أنت شفتيهم لكن لا الراجل طبيعي أهو ده بيجيب لهم أكل وهو جاي الصبح ده بعد ما بيعمله عملية بيجيب جاتو يعني ما شاء الله راجل جميل أهو وعياله وحشو كده يعني عنده حتة الأبوة برضو شفتي آه يعني أبنائي كلهم أبنائي كل الإرهابيين أبنائي أنت أتقنت الدور فعلاً جداً جداً فاشتغلت عليه قد إيه بصي هو الأول يعني هو كان فيه شقين شق الأول الشكل أنا حمدت ربنا طبعاً أنا أعرف الموضوع يعني دخلت في الموضوع من بدري حوالي مثلاً ثلاثة أربع شهور قبل التصوير فقلت لا خلاص أنا هربي دقني يعني دي دقني طبيعية اللي كانت موجودة فعلاً؟ آه بس هو فيه تاتشوت اللي هي بتبقى من فوق من هنا ومن هنا عشان تبني إن هي دقني طبيعية يعني فدي اللي كانت بتضفس فأنا عدت شوية أكتر سيبدأني لأن برضو كان فيه صدفة حلوة لأنه قبلها أنا كنت موجود في مسلسل كان هيتعامل اسمه خالد بن الوليد وبعدين ما تعملش فأنا كنت مربي لأوريدي دقني فلما جل الاختيار طيب تمام ربيت أكتر دقني يعني طولت أكتر فيه كتب مثلاً يعني فيه شيخ حسام الأزهاري مثلاً عنده كتاب اسمه الحق المبين في الرد على من تلعب بالدين ده كتاب مهم جداً 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 كان بيرد فيه بالحرف يعني على كل اجتهادة خاطئة من الناس دي علشان تلوي بها درع القرآن والأحاديث علشان الجهاد والحاجات دي فهو كان بيرد عليهم ده فدني جداً فيه كتاب داعشي فدني جداً برضو يعني آه أو بكر ناجي واحد كاتب كتاب يعني يعتبر كتاب داعشي يعني إيه بقى الأفكار دي إزاي هم لعبوا في دماغ الناس يعني إزاي غيروا الفكرة فدي برضو فدتني يعني أنت كمان قريت فكر العدو اللي أنت حتجسده طبيعي جداً طبيعي جداً فالحاجتين دول مهمين قوي ده غير بقى طبعاً أستاذ مهر فرغالي ده حتة الوحدة واقعاً أستاذ مهر فرغالي يعني من ضمن الناس طبعاً المعروفة جداً أنه مهتم بهذا الشأن جداً جداً يعني هو محل استراتيجي على المستوى عالي جداً طبعاً وقرب خلاص يعيش مع الناس دي يعني خلاص بيقولك تفاصيل عنهم بشكل غريب جداً